طيب من الحكام المرشحة؟ بنسبة تخطى 95% إبراهيم نور الدين هو المرشح لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي النسبة كبيرة؟ بس أنا أقول لكم إيه المؤشرات اللي تقولي لنسبة دي كبيرة؟ في كلام عن إن محمد عادل ممكن يكون موجود معاه في كلام عن إن محمود البنة ممكن يكون موجود في الفار لكن بنسبة تخطى 95% إبراهيم نور الدين ليه؟ أكيد عندي مؤشرات أو شواهد تثبت ده آخر معسكر للحكام الأفرقى المرشحين لكأس الأم الإفريقية المعسكر النخبة اللي أقيم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية كان فيه دعوة لعدد من الحكام الأفرقى من ضمنهم 3 حكام مصريين فقط أمين عمر، محمود عشور، محمود البنة أمين عمر حكم ساحة في كأس الأم الإفريقية اللي جاية وينفعي حكم فار أيضا لكن في اختصاص الفار تحديدا تقنية الحكم الفتج المساعد كان محمود عشور ومحمود البنة وإذن فجأة هو اسمه مش في القائمة ومش في الكشف تم استدعاء إبراهيم نور الدين لحكام النخبة المرشحين لكأس الأم الإفريقية في الفترة القادمة في الكاميرون حال إقامتها من 9 يناير إلى 6 فبراير إذن إبراهيم نور الدين ما كانش من حكام النخبة المرشحين لبطولة كأس الأم الإفريقية وفجأة تم استدعاءه مع الثلاث حكام المصريين فده مؤشر المؤشر الثاني في تصنيف للحكام المصريين في القائمة الدولية إبراهيم نور الدين في الموسم الماضي كان ترتيبه الرابع أو الخامس في القائمة الدولية على ما أعتقد ارتقى في التصنيف وأصبح رقم 2 بعد محمود البنة وتخطى أمين عمر فبالتالي في تصنيف الحكام الدوليين محمود البنة رقم 1 إبراهيم نور الدين رقم 2 رقم 3 محمد عادل أدار مباراة الأهل والإسماعيلي في بداية الدوري ومباراة الأهل والزمالك في الأسبوع الثالث جرى العرف في التحكيم تحديدا ما يفعش حكم يتقرر مرتين في أقل من أسبوع أو أسبوعين بالإضافة لده أمين عمر أدار مباراة الزمالك وطلع الجيش بالإضافة لده كمان محمود البنة أدار مباراة القمة العام الماضي اللي طبعا كلنا فاكرينها السنة اللي فاتت وللأهل يفات فيها على الزمالك بهدفين فبالتالي لو بتتكلم بين إبراهيم نور الدين محمد عادل محمود البنة إبراهيم نور الدين بنسبة 95% لأسباب كثيرة زي ما شرحتها لحضراتكم ودي من خلال معلومات ومصادر بشواهد مؤينة تمت على الأقل خلال آخر شهر الحاجة الثالثة والأهم في الفترة اللي بيتولى فيها الكابتن عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام أو متواجد في لجنة الحكام في الاتحاد العربي أو في الاتحاد الإفريقي بتجد إبراهيم نور الدين دايماً موجود في المناسبات الكبيرة البطولة العربية في مصر أدار المباراة النهائية كاس الأم الأفريقية 2019 في مصر ما كانش في القيمة النهائية وتم استدعاءه وتواجد مع الحكام المرشحين لكاس الأمم وخرج محمود البنة ودخل إبراهيم نور الدين مكانه معسكر النخبة الأخير ما كانش في القيمة وتم استدعاءه الشواهد دي كلها تقولك أن إبراهيم نور الدين الرؤية تتجه إلى اختياره كحكم لمباراة القمة بنسبة 95% والأيام بيننا والمباراة من الجمعة ونشوف مين هيكون حكم المباراة لكن في مثل هذه الشواهد إبراهيم نور الدين بيقترب بدليل أيضاً كمان لم يدير أي مباراة للأهل والزمالك في الدوري حتى هذه اللحظة وتم تجهيزه من خلال مباراة فاركو وبرامدز اللي أقيمت على السادة الأسكندرية في الأسبوع الماضي طيب ده جزء متعلق بحكام مباراة القمة وأبرز المعلومات والتفاصيل وزي ما قلتلكم التفاصيل دي مهمة جداً ومعلومات يمكن البعض منكم يعني أول مرة يسمحها بخصوص تصنيف الحكام واختيارات الحكام في الفترة القادمة نتمنى التوفيق لأي حكم يدير المباراة الموقف صعب وكنا نتمنى أن يكون في حكم عربي أو حكم أجنبي أو حكم إفريقي لكن عموماً ده اختيار اللجنة الحكام وكل لجنة مسؤولة عن اختياراتها وكل التوفيق لعناصر اللعبة أن نشوف مباراة كبيرة فنياً وجمهرياً وتحكيمياً ترجمة نانسي قنقر